وبعد أن وقفنا على مفهوم العلمانية يطيب لنا أن نقف على بعض النقاط ومنها نشأة العلمانية لقد نشأت العلمانية في أوروبا في أواخر القرن السابع عشر على ألسنة المفكرين الغربيين ثم بدأ تطبيقها الفعلي بفرنسا عقب الثورة الفرنسية التي قام بها رجال الفكر والوعي في فرنسا في مواجهة الطغيان الكنسي وهو ما يشدنا شدا إلى إبراز النقطة الثانية أسباب نشأة العلمانية في أوروبا لقد نشأت العلمانية في أوروبا من جراء الطغيان الكنسي الذي مارسه رجال الكنيسة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد من حيث الممارسة التي تنبئ عن حقد دفين وسيطرة على المجتمع وإزلال الجماهير ولقد كان لسيطرة رجال الكنيسة مظاهر عديدة من هذه المظاهر الطغيان الروحي ويعني ارتباط النصراني برجل الدين منذ مولده وحتى وفاته فعند مولده يعمده وبعد كبره يزوجه وعندما يجعله يصلي وبعد ذلك يقف به على عقيدته فهو المسؤول عنه أولا وآخرا كما كان من مظاهر الطغيان الكنسي الطغيان العقلي والفكري ويعني تحريم المناقشة والتفكير في أمر الأسرار المقدسة المتصلة بالعقيدة وعلى النصراني أن يقبل العقيدة كما هي دون أن يناقش رجال الدين كذلك من أسباب أو من مظاهر الطغيان الكنسي الطغيان المالي والطغيان المالي يقصد به هيمنة رجال الكنيسة على المجتمع حيث أوعزوا إلى الناس زهدا في الدنيا بينما انفرضوهم بجمع المال وقد سيطروا أي رجال الدين الكنسي على المجتمع الأوروبي وعلى الأمواله من حيث الأوقاف والعشور والهبات والسخرة وغير ذلك بل كانوا يفرضون على المواطن أن يعمل يوما من الأسبوع لخدمة أموال الأوقاف التي تدر ربحا على جيوبهم هم دون أن ينفرد الفقير لأعماله وأولاده كذلك من مظاهر الطغيان الكنسي الطغيان السياسي الذي يتمثل في سلطة البابة الدينية المهيمنة على ذوي السلطان أو السلطة الإدارية والسياسية حيث كان باستطاعة البابة أن يعين الحاكم وأن يعزله متى ما أراد إذا وجد منه مقاومة أو فكرا في مواجهته كما كان من مظاهر الطغيان الكنسي كذلك الطغيان العلمي ويعني حرمان العقل من التفكير في أمور الكون المادي بما تقتضيه الملاحظات والمشاهدات العلمية وإلزامه بالتفسيرات الكنسية التي يقوم بها رجال الدين دون أن يقف المفكر أو الرجل العادي على شيء من نصوص الكتاب المقدس كما كان بهذه النشأة وأسبابها آثارا للعلمانية على المجتمع الغربي ما هي تلك الآثار وما أبرز هذه الآثار كان أن أصبح المجتمع وقد ولغ في المشروبات الروحية حيث انهماك الناس عليها كما خلفت في المجتمع الغربي الإدمان على المخدرات وكذلك الأمراض العصبية والنفسية وكذلك الجرائم البشعة التي يقوم بها طبقات المجتمع كما كان من بينها أو من آثارها الخطيرة السعار الجنسي الرهيب كما ظهر أيضا الانتحار ومن هنا نؤكد على أن العلمانية إن كانت لها من المخاطر على أوروبا فمخاطرها على عالمنا أكثر ونقف معها في اللحظات القادمة